اهلا بحضراتكم من جديد يوم الجمعة والسبت قبل المماراة اللي حتكون يوم الحد لكن النهاردة كمان كان فيه اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأيضا الجهاز الفني للفريق بالتحديد كولر المدير الفني السويسري ومساعده جامبريلي في اجتماع كمان حضر في الكابتن محمود الخطيب ويمكن الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا جدا على الاجتماع ده والاطلاع على كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق واحتياجات الفرق خلال المرحلة المجبلة خصوصا ان الكابتن محمود الخطيب احنا يمكن نتكلمنا في الجزئية دي قبل كده مسافر خلال الايام المجبلة في رحلة علاجية في فرنسا يتطمن من خلالها على حالته الصحية رب ان شاء الله يكون بخير ولو فيه اي حاجة الله لا يقدر ان شاء الله ينتم شفاقه بشكل سريع فالكابتن محمود الخطيب قبل صفر وحرص جدا على الاجتماع ده وانه يعرف ايه النواقس او الاحتياجات اللي ممكن يكون محتاجة الجهاز الفني وجهاز المعاون لكولر سواء على الصعيد الفني او حتى على مختلف الصعيدة الادارية لصور قدام حضراتكم هي طبعا كولر جامبريلي كابتن سيد عبد الحفيز وايضا المترجم موجود مع كولر كمان الكابتن محمود الخطيب يعني اتمؤمن على فترة اعداد الفريق والتجهيز للموسم الجديد وكان بيحاول بشكل او باخر توفير كل الاحتياجات الفنية والادارية والطبية قبل اخذ هذه المباراة الاولى في زهاب دور 32 مبتور الدوري ابطال افريقيا يوم 9 اكتوبر الجاري والاتمؤنان كمان هو التطرق لألية العمل خلال المرحلة الحالية واكيد اكد على دعمه ومسندته لجهاز الفني واللعبين ان شاء الله بإذن الله الامور تسير بالشكل اللي بيتمنى كل جمهير النادي الاهلي دايما البداية بتكون مهمة الانطلاقة في اي طولة وبالتحديد لما تكون انطلاقة موسم جديد ان شاء الله تكون مناسبة جدا للأهلي وتدي دفع للجهاز الفني الجديد واللعب الموجودة ان بإذن الله واحد احد يكمله موسم بالشكل المنتظر من جمهير النادي الاهلي فده بخصوص الاستعدادات النهائية للفرقة اللي هتبتدي بكرة بإذن الله وان شاء الله الامور تبقى جيدة للغاية وحنتمع مع حضراتكم لحظة بلحظة كل جديد وكواليس تتعلق بالفريق عندي جزئية أخرى قبل ما نروح لفصل وهي بخصوص محمد الشناوي ودور جماهير النادي الأهل الشناوي يمكن فيه تصرحات للكابتن أحمد ناجي مع الكابتن أحمد شبير الإعلامي الكبير واللي قال من خلالها الكابتن أحمد ناجي بعد تواصله مع محمد الشناوي إن الشناوي يعني يمكن زعلان شوية إن ما تمش الاحتفاء بيه بعد الفوز بأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا وبصراحة هي جايزة مش سهلة برضو يعني دي هي حقيقة جايزة مش سهلة هنا في مصر ما احتفلناش بالشناوي ما دانهوش حقه بشكل كبير جدا فمجرد معرفة جماهير النادي الأهلي بيعني إن الشناوي ياخد على خطره فبالتالي رح قال لك إيه لا إحنا ندعم الشناوي بشكل قوي جدا عملوا هاشتاج أكتر من هاشتاج بصراحة كلهم تصدروا تويتر مبارح في مصر ودعموا الشناوي دولوا حقه بشكل كبير جدا وهو يستحق في الحقيقة لأنه قائد كبير هو لعب مميز ولعب أو حارس كمان كون إنك تبقى حارس وتاخد أفضل لاعب داخل القارة فدي حاجة مش سهلة خالص عندنا قبل كده خدها أبو تريكا خدها الكابتن محمد براكات كمان هو كابتن أبو تريكا وخدها كمان من تاني خدها الكابتن محمود خطيب بس خدها على صعيد القارة ككل سواء داخل أو خارج مصر زي الجايزتين اللي خدهم محمد صلاح برضه قبل كده فمن النادر إن أنت تلاقي لعب مصري ياخد أفضل لعب داخل أفريكا فكل التوفيق للشناوي عندنا سكة كبيرة جدا فيه جمهور الأهلي بيحبه دايما دور جمهور الأهلي بيبان في المواقف اللي زي دي ممكن يكون لعيب واخد على خطره شوي لكن أنت اللي بتدعمه وانت اللي بتديله حقه وجزء من حقه في الحقيقة حتى لو الشناوي فترة من الفترات ما كانش موفق لكن الشناوي ساهم فيه أمور كتيرة جدا سواء على صعيد النادي الأهلي طبعا والبطولات القرية والدولية كمان والمحلية أو حتى على صعيد منتخابنا الوطني ومساهمته في وصول المنتخب للمراحل الأخيرة من طول السنوات الأفريقية وأيضا للحظات الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم متفوق في ضرورة جزاء قدام السنغال لكن للأسف إحنا لم نكناش موفقين في العناصر اللي سددت الدربات دي وكانت نتيجة أننا ما نوصلش لكاس العالم ففي كل الأحوال كل الدعم للشناوي منتظرين منه إن شاء الله بإذن الله بداية موسم قوي ودائم الدعم والمساندة من جمهور النادي الأهلي وهو ده فرق بين أنك تكون موجود داخل نادي كبير قوي عنده جمهورية عظيمة زي الجمهور النادي الأهلي وإنك تكون في أي نادي آخر من غير جمهورية الأمور تبقى صعبة شوية فدي ميزة من المميزات المهمة اللي مش بتقويةها موجودة في أي حتة خلينا روح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نكمل استنم موسيقى موسيقى